بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعزائي طلاب الصف الحال عشر نرحب بكم من جديد في مراجعة الباب الأول في مجال الفقه الإسلامي فحياكم الله ومرحبا بكم ونبدأ على بركة الله ونبدأ على بركة الله بأهداف هذا الدرس يتوقع من الطالب في نهاية درس أحكام اليمين أن أولا أن يعرف اليمين لغة وشرعة ثانيا أن يشرح المقصود بألفاظ اليمين ثالثا أن يبين أنواع اليمين رابعا أن يعدد طرق المحافظة على اليمين خامسا أن يوضح كفارة اليمين وننطلق أحبتنا أعزائنا الطلاب إلى الهدف الأول أن يعرف اليمين لغة وشرعا السؤال الأول ما معنى اليمين شرعا؟ تفضل يا محمد إجابتك يا ولدي توكيد الشيء المحلوف عليه بذكر اسم الله تعالى أو صفة من صفاته أحسنت بارك الله فيك السؤال الثاني لماذا شرع اليمين؟ تفضل يا جاسم إجابتك يا ولدي لتأكيد الشيء المحلوف عليه بذكر اسم الله فأنت بالحلف قد جعلت الله شاهدا على كلامك أحسنت وارك الله فيك السؤال الثالث علل سمي اليمين بهذا الاسم لماذا سمي اليمين يمينا؟ تفضل يا محمود إجابتك يا ولدي لأن العرب قديما كانوا يتماسحون بأيمانهم أي باليد اليمنى فيتحالفون بارك الله فيك أحسنت وننطلق إلى الهدف الثاني أعزاء الطلاب أن يشرح المقصود بألفاظ اليمين السؤال الأول وضح المقصود بألفاظ اليمين تفضل يا علي إجابتك أولا أن يكون المقسم به بلفظ الله أو بأسمائه أو بصفاته فتنعقد به اليمين ويصح الحلف أحسنت ثانيا أن يكون المقسم به بلفظ غير الله فلا تنعقد به اليمين ولا يصح حلف الحالف بها تمام بارك الله فيك أحسنت السؤال الثاني أعطي مثالا على الحلف بألفاظ ينعقد بها اليمين تفضل يا حمد إجابتك ويكون بالحلف بسم الله والله أو بأسمائه والرحمن أو بصفاته وحياة الله أو نقولها بالعمل وحياة الله أحسنت فارك الله فيك السؤال الذي بعده أعطي مثالا على الحلف بألفاظ لا ينعقد بها اليمين تفضل يا خالد إجابتك ويكون بالحلف بغير الله كقولنا ورأس أمي وحياة النبي بشرف والكعبة بعرض أهلي وهكذا أحسنت بارك الله فيك يا ولدي تابعوا الهدف الثاني يشرح المقصود بألفاظ اليمين السؤال ما حكم القسم بغير الله ما حكم الحلف بغير الله الجواب تفضل يا أحمد حرام وشرك بالله أي شرك أصغر وحلفه باطل ولا يصح عليه أن يتوب أن يتوب توبة صادقة أحسنت بارك الله فيك يا ولدي السؤال للذي يليه علل حرم الإسلام الحلف بغير الله تعالى واعتبره شركا أصغر تفضل يا عبد الرحمن إجابتك يا ولدي لأن فيه تعظيما لغير الله ولا عظيم إلا الله فيحلف به بورك فيك أحسنت إجابة رائعة تفضل يا أحمد اقرأ السؤال التاسع ما دليل تحريم الحلف بغير الله تعالى إجابتك يا ولدي عن ابن عمر رضي الله عنه ما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت أحسنت بورك فيك يا ولدي هيا بنا عزاء الطلاب إلى الهدف الثالث أن يبين أنواع اليمين السؤال ما معنى اليمين اللغو الجواب تفضل يا محمد هو الحلف الذي يخرج من الحالف بغير قصد أي لا يقصد الحالف الحلف أحسنت برك الله فيك السؤال الذي يليه اذكر حالات اليمين اللغو تفضل يا عبد الرحيم إجابتك يا ولدي ألف الحلف أثناء الكلام من دون أن يستحضر معه الحالف نية اليمين أحسنت با الحلف على أمر يعتقد الحالف أنه صحيح ثم يظهر له خلافه ممتاز بارك الله فيك السؤال الذي يليه ما حكم اليمين اللغو ما حكم اليمين اللغو إجابتك يا عمر اليمين اللغو لا يؤاخذ عليه لا يؤاخذ عليه الحالف ولا كفارة فيها بدليل قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان بارك الله فيكم أحسنت ونكمل في الهدف الثالث أعزاء الطلاب أن يبين أنواع اليمين السؤال ما معنى اليمين الغموس تفضل يا عبد الرحمن الحلف الكاذب أي الكذب المتعمد أثناء الحلف أي أن الحالف يتعمد الكذب أثناء حلفي أحسنت بارك الله فيك السؤال الذي يليه اذكر حالات اليمين الغموس تفضل يا حمد إجابتك يا ولدي الحلف على أمر فعله أنه لم يفعله حلف أنه لم يسرق وهو قد سرق الحلف على أمر لم يفعله أنه فعله كمثل شهادة الزور الكذب ليتهم غيره وهكذا أحسنت بارك الله فيك يا ولدي السؤال الذي يليه ما حكم اليمين الغموس ما حكم اليمين الغموس إجابتك يا عبد الله كبيرة من الكبائر ولعظم إثمها فلا كفارة عليها ويجب على الحال في التوبة والندم والرجوع إلى الله وإعادة الحقوق لأصحابها وسميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار أحسنت بارك الله فيك ونستكمل أعزاء الطلاب معكم الهدف الثالث أن يبين أنواع اليمين السؤال ما معنى اليمين المنعقدة جوابك يا عمر تفضل الحلف الذي يقصده الحالف ويصمم عليه ثانيا اذكر حالات اليمين المنعقدة تفضل يا جاسم إجابتك ألف الحلف على معصية لله تعالى كقطيعة الرحم أو أي حلف على أي معصية في هذه الحالة لا يجوز الوفاء به أي بهذا اليمين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من حلف في قطيعة رحم فبره ألا يتم على ذلك أي أنه لا يأتي هذا اليمين ولا يطبقه وإنما يكفر عن يمينه أحسنت بارك الله فيك باء الحلف على شيء مباح في هذه الحالة يجب الوفاء به أي باليمين وإن حلف على أمر ثم رأى خيرا منه يجوز له في هذه الحالة ألا يبر بيمينه ويأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه ممتاز بارك الله فيكم السؤال الذي يليه ما حكم اليمين المنعقدة تفضل يا حمد إجابتك نحاسب عليها ويجب الوفاء بها وتجب الكفارة علينا عند الحنث بها ممتاز بورك فيكم جميعا والآن مع الهدف الرابع أن يعدد طرق المحافظة على اليمين السؤال أذكر طرق المحافظة على اليمين من يعطينا إجابة تفضل يا عبد الرحمن أولا عدم الإكثار من الحلف ثانيا البر باليمين ثالثا إخراج الكفارة عند الحنث باليمين ونزيد على ذلك أن لا يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى السؤال الذي يليه علل إنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كثرة الحلف على البيع إجابتك يا محمد لأنها ممحقة للبركة تزيل للبركة نعم بارك الله فيك السؤال الذي يليه ما المقصود بحنث اليمين من يعطينا إجابة تفضل يا خالد إجابتك أي لم يفي بيمينه ولم يطبق ما حلف عليه أي أنه لم يقم بتطبيق اليمين الذي قاله وفي هذه الحالة نسميه حنث بيمينه بارك الله فيكم وأما الهدف الخامس أن يوضح كفارة اليمين السؤال ما المقصود بالكفارة من يعطينا إجابة تفضل يا أحمد العمل أو العبادة التي من خلالها يستطيع العبد أن يمحو الذنوب إرضاء لله تعالى أحسنت بارك الله فيك إذن هناك عمل أو عبادة من خلالها نستطيع أن نمحو ذنبنا إرضاء لله سبحانه وتعالى وهنا الذنب أنك لم تقم بتطبيق اليمين أي حنثت به ولم تطبق السؤال الذي يليه متى تدفع كفارة اليمين من يعطينا إجابة تفضل يا عبد الله عند الحنث باليمين أي عند عدم الوفاء باليمين وتكون الكفارة عند الحنث باليمين المنعقدة فقط أما اللغو والغموس فلا كفارة فيها أو عليها السؤال الذي يليه بين كفارة اليمين ما هي كفارة اليمين إذن الجواب تفضل يا حمد أولا إطعام عشرة مساكين ثانيا أو كسوة عشرة مساكين ثالثا أو تحرير رقبة أي تحرير عبد من عبوديته أو صيام ثلاثة أيام عند العجز عن أحد الأمور الثلاثة السابقة إذن نبدأ بالإطعام أو نأخذ الكسوة أو نأخذ تحرير الرقبة أنت مخير في هذه الثلاثة فإن لم تجد هذه الثلاثة تصوم ثلاثة أيام على بركة الله جزاكم الله خيرا أحسنتم جميعا ونبدأ أعزائي الطلاب بحل أسئلة التقويم صفحة ثمان وخمسين السؤال الأول ما المقصود بالمصطلحات الآتية تفضل يا عمر اليمين لغة اليمين لغة يا أستاذ الحلف والقسم أحسنت اليمين شرعا تفضل يا محمد توكيد الشيء المحلوف عليه بذكر اسم الله تعالى أو صفة من صفاته ممتاز بورق فيك يمين لغة تفضل يا عمار عمار الحلف الذي يخرج من الحالف بغير قصد أحسنت اليمين المنعقدة تفضل يا عبدالله الحلف الذي يقصده الحالف يصمم عليه ممتاز اليمين الغموس تفضل يا محمود الحلف الكاذب الكذب المتعمد أثناء الحلف أحسنت بورك فيكم جميعا السؤال الثاني بيني الحكم الشرعي لكل من أولا الحلف بغير الله تعالى تفضل يا أحمد حرام وشرك أصغر وحلفه باطل ولا يصح عليه أن يتوب أحسنت الحلف على معصية تفضل يا محمود لا يجوز الوفاء به ويخرج عنه الكفارة ممتاز السؤال الثالث ما الكفارة الواجبة على من حنث في يمينه تفضل إجابتك يا محمد أولا ألف إطعام عشرة مساكين با أو كسوة عشرة مساكين جيم أو تحرير رقبة اثنين سيام ثلاثة أيام عند العز عن أحد الأمور الثلاثة السابقة ممتاز بورك في السؤال الرابع اذكر الألفاظ التي تنعقد بها الأيمان أولاً أولاً تفضل يا جاسم الحلف بسم الله والله والله اثنين الحلف بأسماء الله الحسنى والرحمن والرحمن ثالثاً الحلف بصفات الله العلا وحياة الله وحياة الله السؤال الخامس علل تسمى اليمين الكاذبة باليمين الغموس تفضل يا عمر لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار أحسنتما بارك الله فيكم السؤال السادس اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي أولاً أقسم ربيع أن لا يدخل البيت دون أن يقصد ذلك فلوع يمينه تفضل يا محمود لو أحسنت السؤال الثاني أقسم خالد بالله العظيم ألا يحج فحكم يمينه تفضل يا عمر منعقدة وتجب فيها الكفارة أحسنت برك فيك يا ولدي ثالثاً الحالث في يمينه يتوجب عليه إجابتك يا عمر إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة بارك الله فيكم جميعاً السؤال السابع ضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وإشارة خطأ أمام العبارة الخطأ أولاً أتجنب الإكثار من القسم إلا عند الحاجة حفاظاً على يمينه محمود إجابته صح أحسنت ثانياً يجوز القسم بالمقدسات كالكعبة والمسجد الحرام محمد إجابتك خطأ أحسنت لا يجوز الحلف إلا بالله سبحانه وتعالى وبأحد أسمائه أو بأحد صفاته ثالثاً لا يجوز القسم برب البيت قاصداً الله تعالى الإجابة خطأ لماذا؟ لأن رب البيت هو الله سبحانه وتعالى والمقصود برب البيت أي الكعبة أحسنتم رابعاً من حلف بغير الله انعقد يمينه ووجبت عليه الكفارة عمر إجابتك خطأ لماذا؟ لأن اليمين لا ينعقد إلا بالله أو بأحد أسمائه أو أحد صفاته أحسنت يا ولدي خامساً حروف الواوي والباء والتاء حروف قسم تفضل يا جاسم إجابتك صح جزاكم الله خيراً جميعاً وبارك الله فيكم انتهى الدرس بفضل الله تعالى شكراً لكم على حسن استماعكم وإصغائكم نراكم على خير إن شاء الله في درس آخر من دروس التربية الإسلامية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر